السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم في الفيديو الجديد وقصير عن موقع الواتيب ست ده لتنسيق الأبحاث والرسائل العلمية الموقع ده زي ما هم شايفين الرابط بتاعه موجود هنا على اليمين وده الـ qr بتاعه اللي حدث ان هو يخش عليه والرابط هكون موجود اسفل الفيديو الفكرة في الموقع ده الحقيقة ان هو بيساعد الباحث على انه ينصق البحث بتاعه بما يناسب الجامعة اللي هو هينشر فيها او المجلة او المؤتمر زي ما هنشوف دلوقتي كده فبتبقى الامور سهلة جدا حقيقة جدا زايد انه هو في الاقت خالص سهل انه هو بيمجايم ساعده انه هو يعمل البلجوريزم بتاعه او الانتحال التقرير بتاعه عشان يقلل نسبة الانتحال قدر ان كان حتى يقبل البحث بتاعه فيه نظام مجاني بس طبعا بيبقى عدد مرات استخدام قليل عدد الكلمات بيكون قليل طبعا بيكون غير كافي انه هو يعمل حتى ولو بحث واحد بيبقى سعب شوية لكن فيه طبعا للباحثين بيكون فيه تمانية دولار طبعا عليه تخفيض من عشرين لتمانية دولار في الشهر ولكن بيدفع مرة في السنة يعني بيبقى بدل عشرين دولار في الشهر بيبقى تمانية بس بشرط بيتدفع السنة على بعضها نفس الشيه لو كان فيه مجموعة بيشتعلهم مع بعض وطبعا ده ممكن يكون اوفر شوية بيبقى ستة دولار في السنة بدل اتناشر لكن طبعا تمانية دولار حتى بالنسبة للباحث الواحد اعتقل بتبقى مقبولة انه هو يعمل الشغل بتاعه يعني طبعا فيه نظام هنا خاص بقى بالجامعات وطبعا ده حيبقى فوض افضل لانه حيساعد الباحثين اللي بينتموا لجامعة معينة او مؤسسة معينة وده نظام بقى زي الاشتراك بتاع المايكروسوفت ستدي سيكس فايف 365 والويندوز بقى الى اخره فالجامعات لما بتشترك بيبقى اوفر وبقى اسهل وتبقى الامكانيات اعلى طبعا هنا عطيني الامكانيات والميزات بتاعت كل واحد فيهم الاوتبوت بتاع بيبقى ايه كم ده واللود اقدر عمله اذا كان فيه limit للكلمات اذا للمراجع وبقيت الميزات الاخرى طبعا بمقارن هنا بقى عملني مقارنة بين كل الانظمة فكل واحد بيختار النظام الانسب ليه طبعا هنا في بقى فيه حياء اضافة جميلة جدا اللي هي عملية lifetime access to tab set انه هو بيبقى دفع مرة واحدة بس مدى الحياء اعطاق ده بيبقى مناسب لو كان السعر يعني مش غالي على حد فبقى 149 دول نوعق عليه عرض السعر الاولي كان 960 دولار احب بس اوضح هنا ان انا مش بعمل اعلان للموقع ده لان انا مش مستفد منه او حتى مش مشتري ثير للاشتراك المجاني للتجربة فقط لا غير يعني فغير مدفوع الاجر وغير ممول من الموقع يعني لكن بناء على طلب بعض الزملاء كانوا عايزين موقع تساعدهم في عملية النشخ ده من ضمن الموقع ده مش موقع الوحيد ممكن ما يكونش الافضل جايز يعني ممكن فاتمنى ان لو في اي حد بيشوف الفيديو ده وعنده مواقع تانية مشابهة افضل يليتشي حطها في الكومنت تحت في التعليقات مش عشاني عشان انا هستفد طبعا منها لكن عشان كمان اي حد هشوف الفيديو يقدر يستفاد بالمواقع الاخرى يعني ويتطلع عليها عشان يقارن طبعا هنا عطيني السعر قبل وبعد التخفيض وعطيني كمان الميزات بتاعته اللي حضر استفيد بيها اصاب مقابل هذا المبلغ يعني طبعا بيكون في ديمو فيديو صغير قصير لكيفية رفع البحث والاعداده يعني طبعا بعد ما بنعمل الحساب بتاعنا او الاشتراك او حتى البيزيك اللي هو المجاني ممكن اخش بالجوجل اكاونت او بالايميل اللي انا كنت عامله وانا عامل اكاونت تاني غير الجوجل اكاونت يعني بعد ما بدخل بتكون دي الصحفة اللي انا دخلت فيها زي ما احنا شايفين بيديني هنا لو انا عايز ابحث عن حاجة معينة او مجلة معينة باكتفها هنا ما كانش بقى ام جاي اي الدار الناش زي ما احنا شايفين بيديني هنا دار الناش في العمود الايسر هنا وهنا بيديني ازهوتنا بقى عايز مجلة معينة او حاجة زي كده او جامعة من الجامعات حنشور فيها او نظام الناش بتاعي او النظام الامريكي او النظام الى اخره والمؤتمرات المختلفة لان كل مؤتمر وكل مكان حيبقى ليه نظام الفرمات بتاعه يعني او التنصيق بتاعه لو اخترت دور الناش وممكن اختار اي دار الناش انا عايزها فمسلا اختارنا الاسفير فبيديني المجلات المختلفة بروح باختار المجلة المناسبة للمجال البحث بتاعي وبقول فيو عشان اقدر اطلع على شكل البحث هيكون عامل ازاي طبعا هنا بقدر من السلايد اللي هنا بطلع على البحث كله ازاي التنصيق بتاعه بيكون موجود طبعا المفترض لو انا هبعت المجلات بكون اطلعت عليها وعلى الابحاث بتاعتها فلو لقيت التنصيق ده هو نفسه ان التنصيق اللي انا شايفه عندي في المجلات اللي بتتنشر في الابحاث بتتنشر في المجلة اللي انا عايز ابعت فيها يبقى اتس اوكي مفيش مشكلة وطبعا اقدر اعمل فيو هنا بحيث ان اشوف البحث وتصفحه صفحة صفحة يعني طبعا لو انا خلاص هو ده اللي انا هدع عليه وانا استقاريت عليه بقوله استخدم هذا او يوزززت تنبلت او بشوف ازاي برفع التنبلت بتاعي واتعامل معاه في الفيديو القصير اللي هيكون في هذا المكان طبعا ده كده ده الفيديو القصير اللي احنا اتكلمنا عليه لما اجي اختار اللي انا هستخدم التنبلت بيخيرني هنا ده مهمة بقى جدا هل البحث بتاعي خلاص انا كتبه في صورة الملف الورد بتاعي فحاختاري الاختيار الاول و هنشوف هالشكل اللي حيطلع لي عامل ازاي و ازاي الخطوات بتاعته ولا هيديني بلانك دوكومنت اخر نروح هنا هاختار الاختيار الاول ابلود ام اس مايكروسوفت وورد الملف بتاعي بيبتدي يحمل الملف بتاعي طبعا احنا عشان هنا بنجرب بالنظام المجاني فلازم يكون ملف وصير جدا عبارة عن صفحتين بكتير او تلاتة عشان ما ياخدش وقت له معنى ما بيكتمل التحميل او البحث هنا موجود هنا على اليسار زي ما احنا شايفين beengetddy بيمشي معي خطوة خطوة بالشكل ده كده زي ما حنشوف اهو بيبتدي يقول لي ايه هوينى محدد لي التايتل عملت تشيكت بوكس على كل حالة فبيقول لي انهميني التايتل في دول فبختار له اب jedenا ال Sheriff 보 يمكنك機 الو سابقاء fairness كان فيه فيه ما فيش بقول له ما فيش لسه ما عملتش يعني بيقول لي خلاص كده تمام ويبتدي بقى عايز اشوف بتاعي فيبتدي ياخد الوقت بتاعه في التحميل لغاية لما بيظهر للبحث عشان لا قد نبص فيه وراجع فيه وبيكون خلاص اتعامل الفورمات بتاعته لو كان انا مش كاتب البحث بتاعي او او انا عايز ادخل كل شيء بنفسي انا فبختار بالشكل ده كده فبيديني صفحة فاضحة بيديني هنا الطايتل بقى من beliefs انا بفتح ال 911 بتاعي باخد ال go Exodus 그건 اخطر بضغط هنا بعد فيدل الاستراكت اور حط الabstract option هنا احط ال varsay اللي هون اختيار ان انا ممكن اروح ابعيه وبقول بأكد لي قبل ما لازم تعمل البرجريزم بتاعك عن نسبة الانتحال عن طريق الترنتين وده بيديني اختيار بالشكل ده لما باضغت على الرابط ده بيديني الصفحة دي بيقولي انه ممكن بتمنى دولار في الشهر اقدر اعمل الابحاث بتاعتي نسبة الانتحال بتاعتي طبعا ده اعتقد سعر طيب يعني فبالتالي بيديني التقرير بتاعي بالكامل بالشكل ده فبيديني فرصة انه أقلل نسبة الانتحال او اصلح اذا كان فيه اجزاء عايزة تصلح عندي قبل ما يتم ارسال البحث الى المجلة كده بنكون نهينا الشرح بتاع الموقع ده وان كنت احسنته فمين الله ان كنت اخطأته ونسته شيئا فمن نفسي ومرة تانية بجدد الدعوة لمن يشاهد هذا الفيديو اذا كان فيه اي مواقع اخرى يريد يشاركنا بها في التعليقات سواء لي او الاطخرين يستفادوا منها لانه متأكدا مش هو ده بس الموقع الوعي طبعا فيه موقع اخرى كتير وربما تكون اكفأ ربما تكون نفس المثيل طبعا بنقارب بين الاسعار بنقارب بين الوقت فكل واحد بيقول خبرته في هذا المجال احب اكد ان انا مبعدتش اي بحث من خلال هذا الموقع لكن انا من التصفح بتاعه لقيته ولقيته ان هو جربته في حاجة ديمو صغيرة لقيت التنسيق بتاعه مناسب جدا للبحث اللي ما هو موجودة عندي بتاع المجال اللي انا كنت عايز قلعت لها يعني فبالتالي انا شايف ان هو موقع ممتاز لو حد من المشاهدين اللي شايف الفيديو كان جرب الموقع ده قبل كده فيديو يقول لنا اذا كان فيه ميزات او فيه عيوب عشان ينصح الاخرين يعني شكرا اشكركم الى ان نلتقم ان شاء الله في فيديو جديد قصير باذن الله مفيد يا رب يكون اعطركم في رعاية الله وامانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر